أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يبنكم أن يكون أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات فباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاق فارجع البشر هل ترى من فطور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السناء الدنيا بمصابيح وجعلنا ناردونا للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيطا وهي تفور فكان تميز من الغير كلما ألقي فيها فاج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقلنا كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في ملاكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في الصداء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في الصماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض لا ينسقهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنب لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أنسك رزقه بل نجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجه أهداء من يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصور والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأيه زلفة سيئت نجوم الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبدعون قل أرأيتم من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غوى فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر